السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مميماتي بنياتي اخوتي وخوتاتي كديري اللي بس عليكم فيديو جديد ونهار جديد اليوم كنصور اليوم الخميس يا ربي يا ربي كندعي معاكم البنيات ومميماتي قال لي دال لي ديك البصمة وتفرج لي في الفيديو كامل وبرتجها لي مع احبابه وحباباته بتربي انشحوا في حياته وانشح ليه تريك تريك توك ان شاء الله يا ربي بتربي يرزقكم من الباب او من الباب الواسع بتربي اي حاجة احتطو فيها يديكم اربحكم ربي يا سيد يا ربي المهم الدعوات مل القلب الخوتي وخوتاتي وقع المشاهدين اللي دار البصمة ولي ما داراش ما شي مشكل من احبابكم قناتكم هدي اليوم الخميس وممشيتش للخدمة افطرت في طياري افطرت ولداتي واقلتاش ندير ما ندير لحم عيانه متى درت عندي واحد شوة بتاعتها بقاتلية تلاجاية وماطيشة ومصلة متى درتها درت قررتهم هكا كمشته ودرت معهم التبزيره كلها هي تبزيره درتها بلاحقي شوي 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 من الحاجة يبحال رب ااااا داك الرسطة على المعلقة الصغيرة درت قاعة قلة درت بسي بيسها درت شوية البزار درت الملحة درت الكمون درت الورقات يدنامون ساعة المهم كل شي دا كشي درته ودرت زيت العود وغطيتها ودخلتها على الفران وتهنيت شوفوا البناتك نشارك معكم هادي الشبكة هادي كتصفي الخص كتصفي لقامة لو بتدري واحد لبردتتي دايزو الكلام ديري فيه لقامة مما اختيت غصلتيها اختيت تسقطريها مزيان من لما هادي الشبكة هادي كتعاونك ما كتخلي فيها اقتراك لما تيجي كتائي ووار واصفت بها الخصة انتو ما زي ما بتنعود نكمل ذاك الطبق الرئيسي درت درت هاك الخص وما تيشاو الخيار ودرت ليهم واحد شوية تاع الشلادة يعاونوا به وصافي مهما اليوم ما درت ذاك شي نباتي ما كيلا لحم لتشي حاج درت ليهم عيل الخضاري قررتها بحلاوك كما كتشوفو درت شلي دا جا تواعرة المهم درتها وخشيتها في كلاجة حتى على الاخر يلا درت فيها المعدنيوستال على الاخر فاشتن بغي نحط عدتا ندير ذاك القوام الي كيكون فيها الحامض الملحة البزار هادي ما كنديروش فيها الكمون ندرك البزار صافي البزار الملحة المعدنيوست اه تعصري فيها شوية ديال الحامض اوزي تصافي هاتشي كيكون فيها ودرتها في كلاجة المهم انا ربارت جيت معكم كل شي ما بغيتش نطور الفيديو درت فيهر اه المهم اللي اسميته باش اه باش كل شي كما قلت لكم استطع انا ويكمل الفيديو حتى الاخر الله يجزيكم بخير والله يعطيكم ان شاء الله شي حاجة اللي يتفرحكم في حياتكم يا ربي المهم اه كما قلت لكم درت ليهم الشليدة ودرت ليهم هادك الطبق رائسي درته في الفران اوزي فيه ودست درت الباربا حكيتها كخضراء ما طيبتاش قال لك الى درت الباربا ما طيباش فيها بتيكون فيها تتكون تتستافدي من دوك الفوائد اللي فيها كتر ميلة طيبتها في الماصلقتها المهم حكيتها ودرتها في الماكينة واصلت الليمون كما كتشوفو فنوريكم زي ما راها هاد الماكينة كتعصر الليمون من داك الشي ما كتخليش داك الشلفة ما كتخلي بيها تشعج يو اللي لا يا الله محمد رسول الله احنا ياو المساكين دراوش زي ما الدراوش ناس دراوش را لي لا يا الله محمد رسول الله متل مبغيوش نفرطو زي ما ولن اللي فرط يكرط ما كان كان ديرو لا الى الا الله يو اش بتنقول لكم صافي ودرت العصير دا بينا راحت دا صبرت وكملت وطلعت وقلست في بيتي را كان صداعي لتحت عاد منطقة الفيديو المهم اا قبله علي يا وصافي صافي درت ذك الباربا واسميته في الماكينة وطحنته درت عليه واحد ثلاثة لمعالق صغار ديو الثاني دا والله يلا جافن جافن داك العاصر ما عندي ما نقول جافن حسن ما تشري المماضة ولا تشري لهم فهمتو ودك الشيزة مذايرين مقاطعون اللهم ما ديو لهم شعجاني الطبيعية واستفدوا منا صافي ودرتو بقرعتو ايو صافي ودت درت هذوك القوام ديو الشلادة حكيت التومة وشلت البصلة ضروري من البصلة في هاد الشلادة كاد يواعره يوم ما كترتش قاع ماطعشة ماطعشة درت ايشي ثلاثة ماطعشات صغارة وماللي اصلا شو فوق هذا الشي اللي بقى عندي في التلاجاق ديت بيه زيت العود هكا والتومة والبصلة صافي وشوي تلبزها هاد الشي اللي درت وشبت الحامض ودرت فرقتها هكا في التباصل وصافي يهو الليل عيالله هاشو بينا نديرو احنا يعني كان وريكم الملحة بتاع الاخير اتشاركا معكم نسخنا البنات خبيريز معنا جي من البارح في انتنا هل نشوف في الناس يجب على الطريق يلا نشوف نشوف في الناس بحشه بشكل مفحاجة هل نشوف في الناس في الناس نشوف في الناس كمتلات طبط والبليلة زيت سافي كل شي طيب سافي دابا نضعه هنا سافي البنات وصلنا الاخر الفيديو سوف نقوم بنا نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو لا تنسونا من اللبصمات والبرتاج مع أحبابكم وحباباتكم والله يعملكم مع زمانكم مع وليداتكم والله ينجحهم لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى فيديو جديد